عشية الانتخابات الأمريكية يقوم الرئيس دونالد ترامب بجولات مكثفة ضمن حملته الانتخابية وذلك على بعد ساعات من الموعد الحاسم وعلى أمل أن تأتي النتيجة بعكس ما تشير إليه استطلاعات الرأي من تقدم لمنافسه الديمقراطي جو بايدن مثل مدرسي الفنون هذين الذين يرسمان لوحتين تعبران عن ذلك في الهند يترقب العالم بأسره الانتخابات الأمريكية باعتبارها إحدى القوى العظمى على هذا الكوكب الذي يشتاحه اليوم فيروس أودى بحياة أكثر من مليوني ومئتي ألف شخص وأصاب أكثر من ستة وأربعين مليونا ونصف مليون شخص الثالث من تشرين الثاني موعد للحسم سيسجله التاريخ بعد نحو أربعة أعوام من ولاية أقل ما يقال عنها أنها جدلية للرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب لينافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن على المنصب من تلفزيون الواقعي وعالم المال والأعمال جاء الجمهوري ترامب الذي لم يملك خبرة سياسية ليحكم البلاد لولاية شهدت انسحابات من اتفاقيات ومؤسسات دولية واضطرابات شعبية على خلفية العنصرية وعنف الشرطة نهيك عن إدارة وصفت بالفاشلة لأزمة كورونا في بلاده التي تتصدر لائحة الدول الأكثر تضررا من الوباء أما المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد كان عضوا في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معتدل ولديه مسيرة سياسية حافلة تواجها بخوض السباق الرئاسي بعد فشله مرتين في تحقيق ذلك في الساعة الأخيرة قبل الانتخابات تحتدم المنافسة في البلد الذي تعمقت الانقسامات فيه على مدار الفترة الرئاسية لترامب خاصة مؤخرا في ظل الحملات الانتخابية والمبادرات التي قرر مشاهير وشخصيات عامة القيام بها لتشجيع الأمريكيين على التصويت لبايدن ووضع حد للرئيس الجدلي الأمر الذي يبدو أنه انعكس إيجابيا عبر الإقبال على التصويت المبكر وعبر البريد بشكل فاق التوقعات والانتخابات السابقة لكن عشية هذه الانتخابات يتزايد التوتر ليس فقط بانتظار النتيجة التي قد لا تظهر كما العادة بعد ساعات من إغلاق الصناديق بل من مخاوف المحى إليها ترامب نفسه عبر تصريحات شككت بالاقتراع عبر البريد ونزاهة الانتخابات إن خسرها وتسليمه للسلطة استطلاعات الرأي اليوم تشير إلى تقدم بايدن وكذلك بعض الحيوانات في حديقة سيبيرية لكن هذه الانتخابات الساخنة مفتوحة على جميع الاحتمالات نظرا لنظامها المعقد غير المباشر لانتخاب الرئيس والذي يعتمد على حصول الفائز على مائتين وسبعين صوتا من أصل خمسمائة وثمانية وثلاثين صوتا لكبار الناخبيين خاصة أصوط ست ولايات متأرجحة هي الحاسمة لهذا السباق التاريخي تقوم بتسليمي سييدا